المحور الثالث تطوير الاقتصاد والنهوض بالتشغيل نجحت الحكومة ما بين 2017 و2019 في تحسين جل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وهذا اللي يساعد المغرب باش يصمد في وجه الجائحة واجعل آتار سلبيا دياله وخقاصها ولكن أخاف على بلادنا مقارنة مع بلدان المنطقة سواء في نسبة النمو أو في البطالة لنخافضات سنة 2019 بنقطة قبل الجائحة وبفضل العديد من الإصلاحات ارتفعت استثمارات الأجنبية والوطنية واترت أحداث المقاولات كما تراجع معدل الإفلس المقاولات وتقلصات عجال الأداء إلى أقل من 40 يوم في الصفقات العمومية وتحسن ترتيب المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال دوين بيزنس لصباحة 53 عالميا وثلاثة إفريقيا إنجاز اقتصادي آخر مهم وإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار واللي بدأت تظهر النتائج دياله في عام اللول معالجة ملفات للإستثمار بدأت من 120 يوم سنة 2019 إلى أقل من 20 يوم سنة 2020 مع المصادقة على الإستثمارات بأكثر من 151 مليار درهم وإحداث أكثر من 153 ألف منصب شغل ورش مهم أيضا هو التشغيل والأول مرة المغرب يتلقى مخطط وطني التشغيل ساعد على خفض البطالة إلى 90.1% سنة 2019 بدل 10.1% سنة 2017 وعلى رفع نسبة الشغل مؤدة عنه كما استطاع المغرب يحافظ على 71% من مناصب الشغل اللي كانت مهددة بسبب الجائحة كما رفعت الحكومة من عدد المستفيدين من برامج دعم تشغيل وزادت في عدد مناصب تشغيل عمومي بضعف حكومات سابقة وارتع في عدد مقاولين داتيين إلى أكثر من 320 ألف عوض 100 ألف لكانت مبرمجة نجح آخر ومخطط تسريع الصناعي وصل لإنتاج 700 ألف سيارة سنويا وإحداث أكثر من 560 ألف منصب شغل وكذا إحداث 50 منظومة صناعية مع مضعفة صادرات دائما في الاقتصاد تم رفع إنتاجيات وتنافسية القطاع الفلاحي وهذا ساهم في تحقيق الاكتفاء الداتي في فترة الحجر الصحي كما حسنات الحكومة مستوى الدخل وظروف العامل للفلاحين والعاملين في القطاع وتوفير 50 مليون يوم عمل كما رتفعات صادرات الفلاحية من 33 مليار فاصلة جوج درهم 2017 إلى 40 مليار درهم سنة 2020 ولمواجهة ظاهرة العطش التي عرفتها بعد الموضوع المغربية سنة 2017 تلقيت الحكومة برنامج سعجالي لتزويد بالمياه 2020-2027 وانشآت عدة سدود كبرى ومتوسطة وعزات العرض المائي ولتأهيل قطاع الصناعة التقليدية أصدرت الحكومة قانوني ونظم مزاولة الأنشطة المرتبطة بالقطاع وطورات فيه التكويل المهني كما تمت مراجعة الإطار القانوني لكي نظم تعاونيات وفي مجال البنية التحتية تم تطوير شبكات طرقية مثل الطريق السريع تازي الحسيمة ومشروع الطريق بين تيزنيت والداخلة وصيانة 1738 كم من الطرق بمبلغ إجمالي قدره 9 مليار الدرهم كما تم تسجيل انخفاض عدد الوافيات جراء حوادث سير خلال سنتي 2019 و2020 بنسبة جوج 1.9% و18% وفي مجال جودة البنيات تحتية سيكاكية أصبح المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا وفي مجال الطاقة وصلت الحكومة تنزيل نموذج المغربي وبلوغ 37% لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة لساعدات لتوصل المغرب لتجميع 96% من النفايات ومعالجة 56% من المياه العادمة